مصطفى شوبير يا بوكبات مراسل القناة النقلة البيين سبورت بعد المباراة بعد مباراة المنتخب وهي المباراة الاولى لمصطفى في تاريخه كلاعب دولي ويمكن دي تبقى كويسة ان في النهاية لعب اول مباراة دولية باللي زعى لكبتين احمد سليمان فبقت خلاص دي وصفة حياته مصطفى شوبير بعد المباراة بيسألوا المراسل بتاع البيين انت مرشح لا احسن لعب في افريقيا عارفين ما اتمنهاش لنفسه ما احتكرهاش هو وحتى ولعب الاهلي لانه خدوا بالكه هو واحسن الشحات وزميلهم احمد سيد زيزو التلاتة مرشحين لا احسن لعب في افريقيا شوفوا مصطفى شوبير وردوا ايه ربما الكابتن احمد سليمان يدرك قيمة هذا الشاب مبروك اول مباراة دولية كحارس اساسي طبعا في الاول المحمد ربنا الحمد لله اول مشاركة دولية ليا الواحد فخور بحاجة زي دين ومثل المتخب بلد وبلد زي مصر كثيرا انت في القائمة القصيرة لجائزتي افضل لعب داخل قارة افريقيا وافضل حارس افريقيا توقعاتك ونحن على بعد شهر ربما من اعلان الجائزتي طبعا برضو فخور ان الواحد اسمه متواجد مع النجوم دي وفي جائزة زي دي خصوصا ده انت اول موسم تلعبه كامل فالحمد لله اتمنى التوفيه وان شاء الله تكون هي مصرية ان شاء الله فالحمد لله اتمنى التوفيه وان شاء الله تكون هي مصرية ان شاء الله مصرية ان شاء الله لا اصاب غرور ولا اتتكلم علي نفسه ولا اقل لك اتمنى اهلوية ولا اتمنى نأفوز بيها يعني هيبقى فرحان لزيزو لو كسبها لانه في النهاية لعب مصري هي دي الرسالة من هذا الشاب يا ابو الكباتن شوف الشباب الصغيرين اخلاقهم عاملة ازاي روحهم مع بعض عاملة ازاي الحلقة اللي فاته لما جيت اتكلم عليه قلتلك ايه سليم الطوية افسه سليمة ايوه رايق فالكلام بيطلع تلقائي وصادق صحيح ما مش مزوق عايز اقول لك المعشانات بتاعته وردات فعله السريعة تقريبا من زمان جدا ما تشاهدتش بيقول اللي في جواه حقيقي اللي بيطلع على لسانه هو بين مرايت نفسه لسانه مرايته ايه واخد بالك ايه ما فيش دهليز ولا بيحاول يتشايك في الكلام يا رب تكون مصري عائل هيفرح لزيزو وهيفرح للشحاب عائل انسان عائل عائل طبعا يعني هو عايزها لكن مش عايز يقوله انا وفي نفس الوقت معاه ناس زميله زميله واحد من النادي المنافس واحد زميله ما يدروش البساطة العفوية البسيطة هي العبقرية يا ساذ ابراهيم يا رب تكون مصرية ايه اجمل من كده تعليق وازكى من كده تعليق وازدخ من كده تعليق واسلم من كده تعليق واعقل ما انا بقولك ها فانت خليك على كده يا ابني ربنا كرمك وبإذن الله الناس لما هتفتكر حراسة المرمى ابوك حيبقى اكتر واحد سعيد ان ايه يتذكر اسمك قبليه طبعا طبعا ما شاء الله يا مصطفى ربنا يحفظك ربنا يحفظك وانا هنا قبل ما اروح برا الموضوع ده خدوا بالكوا حاجة الحقيقة التيها في الموضوع ده هو انتوا بتناشوا كابتن حسام حسن في اختياراته ازاي بأمرت ايه بقى يعني انتوا كلكوا لو حد قرب من جميز وقال له فلان يلعب مش فلان هيقولك لا المدرب هو صاحب حق الاختيار ما ندخلش في تشكيله واحمد سليمان هو في المنتقب كان حد بيدخلك في تشكيلك ازاي انتوا فجأة كده سلبتوا مدير الفني للمنتخب من الحق الطبيعي بتاعه يلعب مصطفى شبير يلعب مصطفى عبدالله يلعب اللي يلعبه في النهاية خدوا بالكو ده هو مدرب المنتخب اذا كان يقول رأيا انتقاضيا في مجال التحليل الفني على مسؤوليته يقول الرأي وانت عدتها له مش كده وانت مدرب انت تتحدث باللسان الخبرة وانت الان كنت مدرب تتحدث باللسان الخبرة وانت الان مشؤول ومشؤول في نادي وعلى مقعد التحليل والنقد يعني كل الصفات هيئت اليك فقول الكلام اللي يضيف لك مش اللي يسحب منك ده كلام مهم قوي لكن لو بصنا على فكرة دور الاهل مع المنتخب لانه فكرة ان انت مستكتر ان نادي واحد ياخده منه اتنين لعيبة لا ابو الكبات فعصر ما عرفش انت فاكر ده ولا لا كانوا الثلاث حراس من النادي الاهلي يعني ثابت وإكرامي وشبير الثلاثة ودائما ما كان ثابت وإكرامي والثالث معهم عدل المأمور محدش كان بيقولك عدل المأمور حدث الزمالك ني ملعبش خطورة الازمة دي كلها ان انتوا طرحتوا تشكيل المنتخب للتصويت بين الجماهير والاعلام بقى من حق الاعلام والجماهير يتكلموا على انه مدرب المنتخب يلعب مين وميلعبش مين يا دي خطورتك فيه إطارة تحليل ماشي يعني من حق الجمهور انه يختلف على الاختيارات قل رأيك لكن لا تنكر على المدرب حقه بالتشكيل لا هو في الآخر راضينا او لم نرضى فيه شخص هو مسئوليته صحيح هيقول من اللي يلعب اذا كان هيكسب حتيجي تقوله انت كسبت ليه بالطريقة دي ما خلاص هو كسب